سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا أنت في الأبواع حي لنت متوا الناس تترا حبك الوردي يسري في حنايا الناس نهرا سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا يا رسول الله نحري دون نحرك أنت أحرا أنت في الأبواع حي لم تمتوا الناس تترا حبك الوردي يسري في حنايا الناس نهرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إخواننا وأخواتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم وبضيوفنا في هذا المكان ومع جولة أخرى مع نبينا صلى الله عليه وسلم ولماذا أحبوه أحبوه لأنه رسول الله إليهم جميعا الأمة بأسرها على كافة المستويات تحبوه لأنه نبيها لأنه مصدر الوحي من عند ربها لأنه الذي جاءهم بهذا الدين من عند رب العالمين ولذلك فإن من أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم له حبا كما أخبرنا ناس يكونون بعده لم يروا يود أحدهم لو أنه رآه بأهله وماله لو دفع أهله وماله مقابل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ما استكثر ذلك لماذا؟ لأنه أحب وهذا الواجب أن يكون إلينا من الأهل والمال والوالد والولد لصفاته الرسالية الكثيرة جدا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة أولى الصفات نشهد أنه رسول الله هذه الرسالة التي جعلت المسلمين يحبونه لأنه ليس من خير إلا هو الذي دلهم عليه ولا شر إلا هو الذي حذرهم منه لما حضر الموت عمر بن العاص رضي الله عنه بكى طويلا ثم قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك ولو مت على هذه الحال لرجلت أن أكون من أهل الجنة هند بنت عتبة طبعا كانت مع الكفار في غزوة أحد ثم أن الله هدها للإسلام فجاءت وأسلمت فماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أحد ما كان على ظهر الأرض أهل خبائ أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أهل خبائ أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك متفق عليه لما أسر ثمام بن أثال رضي الله عنه وجئ به النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا ثم النبي عليه الصلاة والسلام من عليه أطلقه أكرمه فذهب واغتسل ورجع وشاهد شهادة الحق بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد والله ما كان أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فوالله لقد أصبح دينك أحب الدين إليه والله ما كان إلي بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه هرقا لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه يعني تحملت المشاق لذلك ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه لما سمع أوصافة من أبي سفيان وكذلك فإن النبوة والرسالة أهم أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فبعض يقول مثلا العبقري وبعض يقول البطل والقائد لكن النبي والرسول أعظم وأهم من صفة العبقري والقائد والبطل ونحو ذلك أحبه المحبون لأن رسالته كانت عظيمة على البشرية البشرية في ظلمات أصلا البشرية في الجاهلية هذه التي كانت فيها ماذا يعني ما هي قيمتها بلا نبوة بلا نبوة الناس بلا نبوة همل فالحمد لله الذي جاء به فأخرجنا من الظلمات إلى النور المزيد عن مكانته وقيمته مستعدوها وإياكم بعد قليل ولكن نبوةpieces quienes بلا نفعجنا من الظلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ونحن نتذكر نعمة الله علينا بهذا النبي الكريم أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وعلمنا به فأخرجنا من الجهل إلى النور وكذلك أنقذنا من الضلالة إلى الهداية من العماية والغواية إلى هذا الإيمان وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام فتح الله به أعيناً عمية وأذاناً صمة وقلوباً غلفاً فتحت على يديه وكل عمل نعمله الآن من أعمالنا الصالح له مثل أجره فلوزن هو بأمته جميعاً لرجح بهم وأولى الناس بالمحبة والمودة والثناء هو عليه الصلاة والسلام لأن الله لما من علينا قال هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبلوا لفي ضلال مبين لا بد أن نشعر بهذا لا بد أن نشعر بالنعمة علينا وعلى أهل الأرض وهو نبي أهل الصين وأستراليا وأمريكا وأوروبا واللاتينية نبيهم جميعاً محمد صلى الله عليه وسلم لو سمعنا من يسبه الآن ويشتمه سنقول له لماذا تسبه وهو نبيك لماذا تشتمون وقد أرسل إليكم نبوته لما جاءت كانت كالشمس والعافية للناس دخل الناس في دين الله أفواجه وأشرقت على الوجوه شمس الإسلام وولت عساكر الشيطان حتى يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لما رأى ما أنجزه النبي عليه الصلاة والسلام من نشر التوحيد في جزيرة العرب وإعادة الناس وإخضاع العرب لدين الله عز وجل تشريع كامل أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء في الوقت الذي كان يتخبط فيه الناس في تشريعات وضعية كان الواحد يلث زوجة أبيه كان أهل الميت الذكور إذا واحد منهم لحق زوجة الميت وألقى عليها ثوبا أخذها في ملكه فإذا هربت نجت بنفسها كان في الجاهلية في ظلم عظيم لا الصغير ولا اليتيم ولا المرأة ما في إرث أبدا ما له حق في المال إطلاقا لأنهم يقولون هذا اللي ما يجيب ما يعطى ما يقاتل ما يعطى جاء بهذا يعني شريعة العدل الجميع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها أتم بماذا بهذا النبي الكريم الآن العالم في الأزمة المالية يتخبطون نقولون ما في مخرج ما في نور في النهاية النفق نحن لا نرى لنهاية هذه الأزمة يعني ما نرى لها تاريخا معينا ما ندري متى تنتهي رسالته لو طبقت في الأرض ما صارت الأزمة المالية هذه لأن هذه الأزمة في قضية الريبة وتوليد الأموال الوهمية من الأموال والقروض على المكشوف والبيع المعدوم وبيع المجهول وبيع ما لا يملك أشياء يعني رهيبة أشياء من التحايلات وأشياء من الخذاع وأشياء من التدليس هو جاءنا بشيء واضح في البيع والشراء والقضاء ولو نظرنا إلى تخبط الأمم يهودية المتعصبة والنصرانية المحرفة والزرادشتية المضللة والمزدكية التي تدعو إلى الإباحية الجنسية حتى وطء المحارم المجوز عنده ومجوز نكاح الأخوات الهندوس عنده ومجوز اثنين يشتركوا امرأة واحدة فأين هذا من هذا الدين الذي جاءنا به ومزيد عن هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله إن تبقى جاء الله ترجمة نانسي قنقر Mudahkanlah dan jangan menyulitkan urusan kita Dan sebarkanlah berita yang bahagia dan bukan berita yang menakutkan Maka dengan ini, marilah kita bersama-sama mencintohi Nabi kita Junjungan Nabi SAW Kerana dialah sebaik-baik contoh Dialah cahaya di dalam kegelapan Dialah Nabi Junjungan Nحمd Allah Ilyikum الذي لا إله إلا هو أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأرسخ الشرائع وأكمل الأديان ونسخ ما قبله وجاء هذا الحق فذهب الباطل وجاء الخير فذهب الشر وجاء الجميل فنسخ القبيحة وهكذا نحن نرى من نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته الكثير والكثير حتى أقر له أعداؤه والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء وضع الأغلال والآصار التي كانت على من قبلنا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ولذلك كان في أشياء في شرائع من قبلنا محرمة أبيحت لنا وحلت لنا الغنائم وعندنا التيمم بديل عن الماء وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا كانوا من أول لازم يصلوا في كنيسة أو بيعا أو صومعا أو مكان خاص العبادة نحن عندنا كلها وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة سمحة بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه وكذلك يعني حتى الكفار هذه ماري أوليفر تقول التشريعات التي نادى بها محمد صلى الله عليه وسلم بسيطة سهلة يستطيع كل إنسان أن يفهمها بكل يسر جورج سارتون يقول هي يسر لأي إنسان في أي موطن يعني وهذه فعلا شيء مدهش يعني أنك تستطيع أن تتعامل مع العبادات الصياما صلاة من أي مكان في العالم وتعبد الله سبحانه وتعالى نريد أن نتعرف على بعض الوسائل لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا فماذا تقولون وماذا لديكم في موضوع كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باتباع نهجه واتباع سنته بحذافيرها والابتعاد عن البدع والأمور المحدثة في هذا العصر جميل هذه طريقة مهمة جدا طبعا في نصرة نبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنة واشتنام البدع طيب ماذا لديك يا أخ أيمن بسم الله الرحمن الرحيم يجب على المسلم لنصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم تبليغ دعوته إلى العالمين وعدم اقتصاره على المسلمين بل إلى كل الأديان الأخرى جميل هذا طبعا يقتضي مننا يعني عمال ترجمة مثلا حسن العرض الأسلوب وسائل تبليغ حديثة حتى تكون شاملة للعالم تفضل يا أخي بسم الله أعتقد أن الإنسان أحيانا يكون بفكرته يمكن أن ينصر رساله سلم فيتواصل مع مثلا قنوات فضائية يطرح عليها أفكار صحف مجلات دور نشر مدارس في بعض الأفكار التي تساهم في تنشئة الأطفال وتقريبهم من رساله سلم فحتى الفكرة الإنسان لا يستصغرها فهي جبارة نعم زاك الله خير طيب ننتقل للأخ عبد المحسن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم من وسائل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم محاربة الأفكار غير الصحيحة عند غير المسلمين التي قد تنشر عن طريق الإعلام أو خلافة جميل طبعا هذا الدفاع عن نبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الهجمة الدنماركية والهولندية وغيرها تتفضل يا أخ خضر نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بغرس محبته صلى الله عليه وسلم في أبنائنا حتى ينشأوا على حبه واختذابه جميل جدا هذا من الصغر أيضا من نصرة عليه الصلاة والسلام مع الصغر تتفضل يا أخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخنا أنا برأيي كل واحد عنده إمكانية مادية معنوية أو إمكانيات أخرى ما بشير تكون مادية كلغة كإيش مكان يعني يحاول بكل جهده إنه ينصر ويوضح للناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميل يعني سواء كان تاجرا أو مهندسا أو مبرمجا أو مصمما أو كاتبا أو شاعرا وهذه طبعا يعني كل الإمكانات تسخر لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وأن يحشرنا معه وأن يرزقنا الاجتماع به في جنات النعيم نستودعكم الله وإلى لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما لست زادوا منك عطرا أنت في الأضواع حي لن تمت والناس تترا حبك الوردي يسري في حنايا الناس نهرا سيرة المختار نور كيف لو يدرون سطرا لو دروا من أنت يوما بس تزادوا منك عطرا قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا يا رسول الله نحري دون نحرك أنت أحرا أنت في الأضواع حي لم تمت والناس تترا حبك الوردي يسري في حنايا الناس نهرا ترجمة نانسي قنقر